سميت سورة الحاقة لأن الله أقسم في بدايتها بالحاق وهو يوم القيامة وسورة المعانج لأنها تضمنت وصف حالة الملائكة في عروجها للسماء ونوح لأن الله ذكر فيها قصة قوم نوح والجن لأنه ذكر فيها أحوال وطوائف الجن والمزمل لأن الله في مطلعها نادى نبيه بالمزمل يعني المتلفف بثيابه والمدثر لأن الله افتتح بلفظ المدثر والقيامة افتتحت بالقسم بيوم القيامة والإنسان لأن آياتها افتدأت بذكر الإنسان وخلقه والمرسلات لاستهلالها بلفظ المرسلات في الآية الأولى والمرسلات يعني الرياحة والنبأ لوقوع كلمة النبأ في أولها والنازعات لأن الله افتتحها بالقسم بالنازعات وهم الملائكة وعبسة أيضا ابتدأت بكلمة عبسة في أولها والتكوير لأنها تستهل في مطلع بأسلوب شرط وهو حادث التكوير الشمس والانفطار لافتتاحها بخبر انفطار السماء يوم القيامة والمطففين لأن محور السورة هو الوعيد الشديد للذين يطففون في الميزان والمكيال والانشقاق بسبب الحديث عن انشقاق السماء في بدايتها والبروج كلمة البروج وردت في الآية الأولى فأغلب سور القرآن سميت بناء على الكلمة الأولى التي تكون في بداية السورة هذا والله أعلم السلام عليكم